الموضوع اللحظة بأسئلة أكبر وهو الموضوع ديال الحدود هذا الموضوع هذا يناقش داخل الحكومة ويناقش بشكل جدي ويناقش من وجهة نظر مختلفة ومتعددة والحكومة طبعا كيفما قلت استحضر جميع المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع سواء منها أولا المعطى الأول والأساسي اللي هو الوضعية الوبائية والانتشار ديال الفيروس في بلادنا وأيضا تندرس القضايا الأخرى المرتبطة بما كل ما هو تدعيات اقتصادية واجتماعية وإيضا نفسية والحكومة كيفما قلت اليوم في هذه الاجتماعية اليوم تدارست الموضوع مرة أخرى وغادي بقى مازال النقاش في هذه اليومين القديمين بحتوح على أساس أنه إن شاء الله بناء على المعطيات اللي غادي تم جميعها والوقوف عليها اتخاذ القرار المناسب للأيام المقبلة احتجاجات ديال وكالة الأسفر أولا جوجة المليار اللي عملت الدولة للقطاع السياحي استهتفت منه جوجة ديال العناصر أساسية أولا العنصر الأول هو العنصر ديال الناس اللي يشتغلوا هذو يقبطوا داك الالفين درهم بما فيهم الناس ديال وكالة الأسفر لكن الشقة الآخر مرتبطة بالاستثمارات نرى النقل السياحي تجدهم أن نخرج واحد عدد السيارات متوقفين الامورتسمو إشكالات مرتبطة بالتدبيرهم كان نذهب للقطاع الفندوقي فالأزمة تجد فندوق كله واقف وكتعرف ما هي الكلفة الفندوقي لو قفرها كل شيء خصويت بالدل هذا المليار ليس للإستثمار الآن الوكالات هناك نقاش مفتوح معهم لكن يصعوب أن تلقى مجال الاستثمار لأنهم كلهم يشتغلوا بزاف الخدمات الموظفين ديالهم رات أخذهم الدولة والنقاش معهم مفتوح ولا توضحات بأنه كان شي حاجة مليحة الحكومة تشتغل على هذا المجال موضوع السحب ديال المجموعة ديال القوانين ولن لابد من أكد على أن السحب قانوني ودستوري لا غبار على هذه المسألة هذه والحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي رأى الانتخابات ديال ثمانية شتنبير إلا شي واحد ما أريد أن يفهم هذا المعطن فهموله رأى الثمانية شتنبير داست فيها انتخابات والمواطنين عبروا على تعاقدات جديدة واش هالتعاقدات هذه نرميوها في البحر ونمشيون بقوف الاستمرارية في قضايا اللي كانوا أحزاب اليوم موجودة داخل الأغلبية كانت تعارضها داخل البرلمان ثم ما المعنى من أن قانون تطرح في البرلمان في 2015 ووصلت 2022 ولم يتم الاتفاق حوله شنو معنيته هذا معنيته على الأقل هناك طرف سياسي معين يرفض أن يصوت عليه إلاجة الحكومة ومارسات الصلاحية الدستورية والقانونية ديالها وسحبات قانون معين وجابته ودرت له إعادة الدراسة والنقاش وعودت دخلته واحد المجموعة ديال المتدخلين لعبوا العار يمتغت حسبنا المعارضة وحسبنا المواطنين هو هذا القواني اللي سحبناه ومرضيناه إلا تسحبات ومرجعت أو لا إلا تسحبت ورجعت وهي فيها تراجعت أو لا فيها واحد المستوى منخفض من الحكامة ومن تدبير ديال القضايا اللي كانتعالجها هذه القواني فأنا ما كان فهمش علاش الحكم على قضايا مستقبلية في حين أن الحكومة ما تقوم به هو تقوم بواجبها القانوني والدستوري في إنتاج نصوص قانونية كافيلة بمعالجات إشكاليات حقيقية اليوم مطروحة في الواقع حينما نشرع لفائدة المغاربة ونشرع إلى جانب المغاربة باش القانون من يتحط في البرلمان يكون طمرة ديال واحد نوع على الأقل ديال مش الإجماع ولكن على الأقل ديال التوافق ديال المكونات الأساسية اللي مطلوب أنها تدبر هذه القضايا والمتمثلة في المكونات ديال الحكومة اشتركوا في القناة